السلام عليكم أخوتي وأخواتيتي ومرحبا بكم مجديد في الفيديو الثالث لأهم أخبار الجزائر اليوم في هذا الفيديو أخوتي جيت ناقش معكم واحد الموضوع مهم للغاية في الحقيقة هذا خبر مهم للغاية واحدة تونسية كانت تتسب في الجزائر يعني هي جاد سائحة للجزائر بدأت تضور في الجزائر ولكن بدأت تتحدث على مشاكل زعمة بأن قوصها يصرت لها في الجزائر بأنهم بدأوا يتحرشوا بيها وبدأت تتحذر كامل التونسيات ولا للناس اللي خارج الجزائر باش ميجوش للجزائر بسبب ما تعرضت له ولكن عدنا جديد بخصوص هذا الموضوع يبدو أنه تم القبض عليها ناعم أخوتي أخوتي أخوتيكم التفاصيل شو نقبض عليها هاليا الشرطة الجزائرية التونسية أعضا الكثير من العديان أختانوا الفرصة هذه باش يسبوا يصبوا كما نقولوا زيت على النار وخلوا الشحب الجزائري والتونسي يعاودوا يتعادى ويكرهوا بعضاكم ونضمن لكم خوتي باللي صاحب هذا المنشهور مروكي أيضا مزلت لعدنا المزيد من الأخبار المهمة للغاية تم القبضة الآن هذا الزوج خوتي زوج مراركا داخلين للجزائر ومداخلين لدروقة باش يتاجروا به للجزائر ولكن هذ المرة حطوهم أمام التلفزيون باش العالم والجزائر كونفلي تشوفهم أيضا في الأخبار نتحط على الرئيس عبد المجيد تبون سقسوا السؤال اللي كامل الجزائريين كانوا ينتظروا فيه قالوا يا رئيس الجمهورية قولنا صحة هل أنت راك رايح تزور فرنسا ثم الرئيس تبون جاوب بكلمة واحدة فقط يعني بالفرنسية وقالهم جونيري با آ كانوسا وذكر نشرحكم مش معنى تاخوتي هذ الجمل لأنه تقريبا كل الجمل اللي يقولهم رئيس عبد المجيد تبون فيهم قصة عندك مثلا قصة أوكيل تويوب أوكيل للثور الأبيض رئيس تبون اللي يحب يخلينا الألغاز ولكن نقوا لها الحل ثمثة حتى جريدة الأوراس نشرت عليها مقال كومبلي وقالهم ما الذي يقصده الرئيس عبد المجيد تبون بالذهب إلى كانوسا أيضا في الأخبار جزائر رئيس عبد المجيد تبون يطلق رصاصة الرحمة على جميع الدول العربية فما الذي يعني هذا الأمر هل هذا الأمر يعني أنه جزائر قطعت العلاقات ولم تصبح عضوان الآن في جميع الدول العربية مزيد من الأخبار مهمة للغاية تقرير تلفزيوني يفضح الإمارات وتدخلها في الحرب داخل غزة مزيد من التفاصيل الأخرى قبل ما نبدأ خوتي الفيديو هذا ما تنسوش على كل حال لاحفظكم تكليكون على زر اللايك ولكن الأهم من كل هذا خوتي هو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس الاشتراك تحكم خوتي رح يساعدنا نعطيكم كل التفاصيل كل يوم باستمرارية وإذا ما اشتركتش أنت لرك تراطي لعلو المحتوى تحنا مزيش يجيك ولما طور إليكم يالها التفاصيل شوفوا الفيديو هذا خوتي لهذا التوصية اللي أغضبت الكثير من الجزائريين بس ما شايتقول هيا كيف تبدلت معين درجة بان استغربين فايا كيف تبدلت معين درجة بان أعطي من الجزائريين عباية أصب أصب بأسر ويل لا أسلمني بالحق سيمحوني عاد الفيديو اللي نسكر فيه من نهر الأول خطر ما زلت ما وصلتش مالك غير سارة اختيرة برشا اختيرة 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 أخير أتقول من الجزائر اختار قلت ان بدت اللبسة تائها كومبلي وما سلمتش ونظروا عن الموضوع دقيقة أخوتي كم ليهازر اختار مليك تتوقف بارح الشيخ تخونا بارح وكلمنا الحاكم والحاكم أخمز وأسقط منهم هنا رأي بدو تزيد عليها قلت بللي اي تعرضت زمالي مضايقات في الشارع كما لابن هذا الأمصح حقيقي كان منه في الجزائر للأسف الشديدة الله غالب عندك ما تدير كان بزيف ناس ديني كيما هك صراحة أخوتي مراطو الشمس بلغر بيل ولكن فجأة جبدت وحد الموضوع خطايا قلت بللي كنت راح نتعرض للاختطاف من طرف الجزائريين هنا دري باوز هذه اللولة الثانية قلتهم الحاكم أخمج منهم يعني هن راح تشكيزة مع لا بوليس لا بوليس هذا ضدونج عليهم قاع أسمع والحاكم أخمج وأسقط منهم على الأقل هما لابد يحاولوا يسمعوا في المخايد يحاولوا يخطفوك يحاولوا يخطفوك على الأقل يحاولوا يخطفوك برك هه أجرساء الشرطة الشرطة متحرشة خالي ينصيكم معلومة العبيد راومي يسمعوكم مخليم يجب أن نسوكم لكن الشرطة متحرشة باللمس هذه هي تزاير أخطر بلاد تنجنو كنفولها تزاير لا نشجع حتى ينشيها على ما تعرفوني كيف نلبس وكيف أراني متحاولة وداخلها بشي نقاب وهنا زي ما يتقول بي هي مضرية تلبس لبسة مع الريعة لها كذكر يلبس الحجاب ومعاولة تلبس النقاب وتبقى قلت لي أنه الشعب هنا واللي يخلطوا فيها بالكلام لقد قلت شعبي خلطوا فيها بالكلام أخوتي ليس كيت صح كان منها شعبي خلطوا فيها بالكلام قصت هذه الاختطاف وقعها سيبدو تزيد عليها لكن لاحقكم قلت الشرطة خلطوا فيها وبدو يمسوا فيها مدام قلت هذي كله أخوتي كان يجب عليها رفحة دعوة تشتكي تشتكي للشرطة الجزائرية الآن هذا الكلام أما الأمر الخطير فهو كانت تطالب من الناس الآن بعدم زيارة الجزائر المخلوقة هذه الخوتي كانت تظن باللي رأي في تونس لأنه في تونس ومشعرف لكم عارفين الليلة الخوتي قيمة إنساء طالع بزيفة لقمية الرجال يعني إذا خخ غلط وهدرت مع مراه بطريقة هذي تخلصها طول حياتك في السجن وهدرت مع التواسك يكون ثم وقالوا لي يعني الراجل ثم وليش راجل ولا يخاف من النساء لمجرد النظر إليهم الحياة كومبلي تتهدم لكن في الجزائر القصة مختلفة للغاية مش نقول لكم الجزائر نساء الرجالي حقروا نساء ولكن الرجال ما يتحقروش الآن بدأت تنتشر أخبار تقول باللي تم توقيف التونسية صاحبة هذا الفيديو كما تعرفون يا أخوتي بجيت نحوس على الحقيقة هل حقا ندوها للحبس بعد هذا الفيديو صراحة لقيت فقط هذي الصفحة في كامل المواقع وكامل الفيسبوك تظهر عليه هذي تعرك في عنابة حتى هي أيضا لنشرت هذا الفيديو من الأساس كما قلت لكم في وصل الفيديو قلت لكثير من الجزائريين يعلقوا عليها صراحة كان يشبعها تطيح وكان يشبعها ضحك هذي مثلا قلت لهم ايه ادي بدون الزيت وروحي تروحي لأنه أحيانا التونسي يجو للجزائر بش يدو الزيت ويعود يروحوا لأنه الحدود غير ثم يكبرك أيضا موضوع الإختطاف هذا موضوع غابي أما موضوع أنها تستاهل تروح للحبس خوتي صراحة بينو بيكم متستاهش تروح للحبس أيضا ضرور يتعبر لعم أنه كذبت شوي في الكلام التح أظن كذبت قالت بلي كانوا يحاولوا يخطط فوني وثانيك زادت قالت بلي الحاكم أخبث وكان يتحرش بها زي ما يمسها لكن متستاهش تروح عليها للحبس أما الموضوع الأخطر فهو خروض صفحات تم عاوليني يا عم وقاع بلي التونسي قاعديني كما هذي مثلا هذا الصاحب المشور هذا قال لك أصحاب خاوة خاوة زي ما أعطرها طاوة طاوة ما فهمتش وتونسى خاوتنا أيا أسمعوا هذي المخلوقة راهي تونسية بالجزائر راهي تسبب في الشرطة الجزائرية الجزائر أقسم أنتم سبب أهلاكنا زي ما يشغل حنا خاش نحبوا البراني ولكن الأمر غير صحيح في نفس الوقت اللي كان فيه تونسيين مثل هذو وخالينا يكونوا صراحة خاتب بلاك أتظر في حقيقة لكن أنا ما أمنتش لله غالب كان أيضا تونسيين مثل هذو شوفون التونسية شي تقول على الجزائر أخوتي لا تشهد علي هذي والله مش نخبيه في قلبي مش أهلاك ريتوها والله تايش فقراسي ولا عمري دخلت عالم الداري العالم الوحيد اللي دخلته عالم تزير أهوا ريتوها زيد وثبته زيد وثبته محيح هذي جو فس فس تشهد علي كما كتبوا كان حتى الكثير من التونسيين اللي يعزوا الجزائر ويموتوا عليها ولي كانت عندهم دايماً إكسبرينيونس مليحة مع الجزائر ثم أشراكم مخاوتي في هذا الموضوع أيضاً أشراكم في موضوع التحرش بالبنات زع ما هكذا في شوارع الجزائر زع ما صاح ذا العاسم تكزيستيش هاتم قلوا تكزيستي ولكن أمر الاختطاف اللي كتب تقوله هي تصنص ما هي كتكذب خوتي موضوع الشرطة ماش عارف تم قلونا في التعليقات الآن خلونا نروحوا للخبر الآخر الخبر الآخر من التونسيين صوتهم المراركة ويحكموا زوج مراركة مهربين كميات كبيرة جداً من المخدرات الداخلية للجزائر ثم غضرت هكذا الشرطة الجزائرية قلت هممم وش راكم نحطوهم هكذا في التلفزيون وخلوهم يهاضروا يكشفوا روحتهم ويهاضروا لحكايتهم هذا هو الأمر اللي دارتوا للجزائر شوفوا الفيديو هذا أخوتي مغردني أود يقردوني واش معرفت العسكر ولا كان عندي المخدرات واش عشرة واش موهم أنا مع بأم عارشة وديش حال موهم كانت عندك مخدرات ايه ووهات كانت عندنا واش ندروا لها كلها معانا ذلك وش تخدت عن الحدود الحدود واهو جانس لما نوجينا عن نحنا الفوسين دخلنا على رأس ودعيسا الزلطة هو اللي زيدنا لهذا الشي هذا مش قومه كانش حاجة أخر ندامت وليه الله واننا دماما عندها مدير رحمة الله ذلك سبحان الله أنا زيد من الزلط جلول بن عبو كان في أبو عرفة أنا مغربي مغربي حال عمرك؟ زيد في أبو عدو الثمانيين أنا مقاريش تسع وثلاثين عام تسع وثلاثين عام هل أجلت للجزائر؟ قبضح الله والفقراء الشاف ما قلت ما نوكل الولادي شوية تكملتهم قضيتهم وما قلت ما نوكلهم جان هدى سيمان قال عندي واحد أخرى وعندي واحد أخرى يالله تمشي معايا جابني الزلط هذي هي الشي هل سكت تهرب مخديرات من الجزائر؟ أنا من نهره دارت معاه ما نحسب مخديرات سبت هيش شي سلعب لشي حاشة من نجيت قال لقابد الدهم عن هاد السواح ونوصلهم ونجيب قبضح الله والفقراء زلط حازني على هادش ما قلت أولادي ما يأكل عندي وليدات ولا هيا الله محمد الرسول والله هل كيف تدخلوا للجزائر؟ أنا ما عارفش طريقة شاف عارفها سليمان عم رجيتها ولا عارفها جاي ابني سليمان قال سليمان تبعني تبعني قلت زيد زيد قلت لك وقف وقف قلت لك مهم قال لبنين ما دستاندوز معايا هذه السلاح طريقة كانت عنده ورس سقذيه وتقيل وانا كانت سقذيه خفيف وقال لاجيب من السلاح تمشي نعجبه لك وربما يهزه السلاح وزيدوا طالوا السلاح وزيدوا طالوا لها ضرو وقلت سليمان اقريب وعطالوا السلاح النووي دخلوا معاهم سكندوز الخبر أنا ما عارف لما أغالوا هزيته وقلت لشامعة والله الشيف مناوين مندير به ما عارفش قاعد بنجاه هو تقيل كانت سقذيه وتقيل لأنك رأسك بخفيف هذه السلاء عليها والذخيرة التي كانت عنديها هذه الكرطوشة كل شيء من عندها سليمان لا أعرف شيء عنا نسيري كيف يمكن أن يتوقع عندك؟ صاف تمرشاكم أخوتي في هذا الموضوع كما سمعتوا المروق الآن تستغل الفقراء عن مراركا وبين الحالة تحتهم تستغلهم لتدخل بهم السموم للجزائر لكن كما ربكم من المروق ماش تدخل غير هذا الأشكال والسموم را يدخل أمور أخرى الموضوع تحت هذا الفيديو سلقاهه في الفيديو التعنا الثاني القناة التعنا الثاني فيها الكثير من الموضع الهامة في الخبر الآخر سقسة والرئيس عبد المجيد تابون قالوا واش يادرا؟ ماكرونو نذهل على عياطلاك فرنسا يظلت تسنى في الزيارة تعف واش كيف تروح؟ شوف كيف تجاوبهم الرئيس تابون بكلمة واحدة السؤال حول الزيارة واش يدخل الزيارة لإمام أنها ألغيذ لفرنسا جونيري باء كانوسا قالهم جونيري باء كانوسا وازدخل كانوسا في فرنسا في الحقيقة خاتي هذه عندها معنى كبير ورح تشرحنا الآن جريدة الأوراس قالك ماذا يقصد الرئيس عبد المجيد تابون بالذهب إلى كانوسا قالهم لن نذهب إلى كانوسا قال قال تابون في مقابلة تلفزيونية يوم السد بشأن زيارته التي كانت مقررة إلى فرنسا لنذهب إلى كانوسا والذهاب إلى كانوسا تعبير أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر وشاع استخدامه وهو يعني طلب المغفرة طلب المغفرة يشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الحادي عشر عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحرم الكنسي عنه واستعمل الرئيس عبد المجيد تابون عبارة لن أذهب إلى كانوسا تعبيرا عن رفضه زيارة فرنسا في الوقت الحالي باعتبار أن الذهاب إلى جزيرة كانوسا الإيطالية بإيطاليا غالبا ما يشير إلى الخضوع أو التكفير عن الذنب بين قوسين الرئيس عبد المجيد تابون قالهم عمري ما راح نذل روحي والروح لهذه فرنسا اللي أصلا ما يشم قيمة الجزائر خصوصا بعد الحركة الأخيرة اللي درتها فرنسا بقيامها بالاعتراف بالحكم الذاتي المغرب على السحراء الغربية وراءها قامت الجزائر باستدعاء سفيرها وإرجاعه من باريس ثم أخوتي يشتركوا في هذا الموضوع يعني جواب رئيس عبد المجيد تابون كان هيا لا ولكن بطريقة ذكية للغاية طريقة فيها كثير من المعنى وليس مجرد كلمة قلونا في تعليقات خوتي كما راكم تشوفوا راونا وصلنا لنهاية الفيديو إذا أعجبكم خوتي لا يحفظكم روح واشتركونا في القناة يلا الاشتراك بتاعكم راح يساعدنا نتصدع حمل السينال وأيضا يساعد الفيديو والأخبار تصلكم كل يوم شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء موسيقى